طب قولي بقى هو أي حد عنده علاقات يفتح شركة علاقات عامة وبي قوي وكده هل دي حاجة كافية بعلاقاته بس ولا في حاجة تانية لازم تكون موجودة عشان راح يقدر ان هو يستمر في الشركة دي تكون نجحة طبعا العلاقات في الحياة يعني شيء أساسي يعني ولازم الإنسان يتعلم ده من هو صغير لأن العلاقات اللي بتبنيها من وينتي صغيرة هي دي لها تنفعل في الحياة بعد كده فده في كل حاجة في الدنيا في البزنس في الحياة الشخصية في كل حاجة فالعلاقات شيء أساسي بس هل العلاقات كافية لا ما فيش حاجة عمرها تبقى كافية لوحدها لازم تبقى فيه زي ما يسموها building blocks لساكساس فأنا النهاردة عشان أنجح أو أبقى شركة بتقدم services معينة لو أنا اعتمدت بس على علاقاتي مش هعرف أكمل ممكن العلاقات تساعدني تحطيني في أول الطريق بس إزاي حكمل هو ده اللي بيفصلني عن حد ناجح أو حد بيفصل حد ناجح عن حد مش ناجح فطبعا أن أنا النهاردة أبتدي شركة أو فكرة أبتدي شركة ناس كتيرة بتشوف أصحاب الشركات أو اللي بيسموها أو قد أعمال من بره يشوفوا النجاح بيشوفوا الرحلة اللي خدته عشان يوصل للبوينتي والرحلة دي شيء مستمر هو لا يتوقف هو دايما فيه تطور دايما فيه تحديات فدايما الناس بتشوف محطات ودايما بتشوف محطات النجاح مش بيشوفوا المحطات الاستعابة وده في كل حاجة في الحياة يعني صح فمهم جدا أن اللي يقرر يأسس شركة يكون عدة بمراحل معينة في حياته المهنية تقدر تديله زي ground أو grounding يقدر على أساسها يأسس حاجة ويبني حاجة تفضل موجودة على المدى الطويل